اخر حاجة عايز اتكلم فيها بخصوص الحوار اللي عملته كابتن هناء حمزة امبالح على الهواء مباشرة كابتن هناء حمزة وانا هنا انا هرد على كابتن هناء فقط مش هرد على اي حد تاني انا هرد على كابتن هناء وبمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب كابتن هناء حضرتك انا ممكن جدا دلوقتي على الهواء مباشرة اتهم حضرتك بالكذب امام الشاشة ليه انا بقول كده لان حضرتك مبارح كذبتي في حاجات كتير لكن اهم حاجات حضرتك كذبتي فيها ومعايا ورقها او معايا اثباتاتها هقولها لحضرتكم حضرتك كذبتي في الحاجة الاولى وهي حضرتك قلت ان انا لعبت نصف ساعة او سنة سنة او سنتين او ثلاث سنين انا ولا لعبت نصف ساعة ولا لعبت سنة ولا لعبت سنتين ولا لعبت ثلاث سنين في النادي الاهلي انا لعبت اكتر من كده مش هقولك كم سنة فدي اول كتبة حضرتك كذبتيها اقدر اطلع على الشاشة اقول ان حضرتك كذبتي في هذا الامر وانا ما اهمنيش تعرفي حضرتك لعبت الدقيقة او ما لعبتش الدقيقة ده اولا ثانيا انا اسف وانا استأذنت كابتن اسامة حسني ان انا هتكلم في هذا الامر لانه امر شخصي تاني كتبة حضرتك كذبتي فيها الباقي هبقى اتكلم فيه لكن تاني كتبة حضرتك كذبتي فيها فندم قلتي بناء على معلومات حد قالها احنا كلنا عارفين من اللي قالها وعارفين ان حضرتك بتجيبي معلوماتك منين بالمناسبة هي هي نفس المعلومات اللي بتقال هنا هنا هي نفس الكلام يعني لكن ماشي كابتن اسامة حسني حضرتك قلتي ان الكابتن اسامة حسني بياخد 200000 جنيه في الشهر من واقع السجلات مش هنا اللي قلت حضرتك قلتي يبقى كده حضرتك كذبتي الكتبة الاولانية فيما يخش شخصي فانا برد عليك او على حضرتك تاني حاجة حضرتك كذبتي فيه كابتن اسامة حسني انا بقول كذبتي لانه لو حد جال يسألني يعني ايه تقول لها كذبتي هقول له لانه انا ملعبتش سنة ولا اتنين ولا تلاتة وتقدر تروح سجلات اتحاد كرة القدم وتعرف اسلام الشاطر لعب كم سنة في نادي الاهلي وخد كم بطولة بالمناسبة لكن لو حضرتك برضو حد جالي وقال لي يا كابتن اسلام انت ازاي تقول على كابتن هناء ان هي بتجدب في موضوع اسامة حسني هقول له تعايا فاندي بتفضل لان بالمناسبة انا اللي بمضي على كشف المرتبات فعارف كابتن اسامة حسني بياخد كام فاستأذنته لانه تقالت كذا مرة الفترة اللي فاتت فالنهاردة استأذنته قلت له يا اسامة اسامة صديقي طبعا وعشرة عمري يعني وزميل ملعب وكل حاجة وزميل بطولات وكل حاجة يعني فاستأذنته قلت له يا كابتن اسامة يا سمسم انا بقول له يا سمسم دايما يا سمسم لو سمحت هو انا ممكن اطلع اقول تقريبي الرقم اللي حضرتك بتاخده عشان اريح الناس فبصيلي كده وقال لي ماشي مفيش مشكلة انا فهمتك ماشي مفيش مشكلة يا كابتن اسلام انت اخويا وحبيبي وانا عارف ان انت مفيش مشكلة خلص قولك انا قلت له انا اشكرك جدا انا كابتن اسامة فانا بقول لحضرتك بناءا على السجلات حضرتك كدبتي الكتبة التانية لو انا للأسف مش هقدر اطلع هذه السجلات على الشاشة لكن لو حد جي سألني وقال لي هي الاستاذة الكابتن هناء حمزة بتقول عليها كتبة ليه حوري له السجلات وحوري له ان اسامة حسني بيقبض اقل اقل من ربع المبلغ اللي حضرتك بتقولي عليه واللي غيرك قاله قبل كده فبالتالي دول كذبتين حضرتك كذبتي فيهم وانا بقولك على الهواء مباشرة حضرتك كذبتي يا كابتن هناء ترجمة نانسي قدانسي قبل Institute i